ظلت فتاة سنة كاملة تصوم يوما وتفطر يوما وكانت في نفس الوقت تجتهد في العبادة تقوم الليل تصلي وتقرأ القرآن وتدعو الله بأن تكون زوجة لابن عمها الشاب الصالح الخلوق ولكن مع قرب انتهاء العام أصابتها صدمة كبيرة عندما خطب ابن عمها فتاة أخرى حزنت الفتاة وتركت الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وكرهت حالها واستسلمت لوساوس الشيطان فأصبح الهم يلازمها طوال اليوم فاتصلت بشيخ صالح من أشهر الدعاء وحكت له قصتها ثم سألته لماذا حدث لي كل هذا التغير ووصلت لما أنا فيه فابتسم الشيخ وقال لها من كلامك علمت بحفظك للقرآن فتذكري معي سورة الحج الآية رقم 11 وفيها مشكلتك والحل لها فالله يقول فيها ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومعنى حرف يا بنيتي أي شرط لقد كنت تعبدين الله فقط لكي يحقق لك ما تريدين وعندما لم يتحقق لك كان اليأس والبعد عن الله وأنصحك بالعودة للصلاة والصيام والقيام بإخلاص فقط لإرضاء خالقك وعندها سوف يرضيك بما تحبين بكت الفتاة كثيرا واستغفرت ربها وعادت لحسن العبادة كما كانت ولكن بإخلاص لله وحده ونسيت تماما ابن عمها وبعد شهر واحد فوجئت بابن عمها يأتي مع أهله ويتقدم لخضتها بعد أن ترك خطيبته الأولى التي كان والده قد اختارها له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وبعد شهر واحد فوجئت بابن عمها يأتي مع أهله ويتقدم لخضتها بعد أن ترك خطيبته الأولى التي كان والده قد اختارها له وكان قد تركها بسبب تعلقها بالمظاهر الدنيوية والسهر أمام التلفاز والاستماع للأغاني فرحت الفتاة كثيرا بعد أن تأكدت أنها أخلصت عبادتها لله عز وجل وأنه سبحانه تقبل منها فقالت وهي في سعادة كبيرة صدقت يا رسول الله يا من قلت إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أسامة رجل أعمال شاب صالح يعيش في مدينة ساحلية أعجبته قطعة أرض بالعاصمة فقرر شراءها واتفق مع صاحبها على السعر وفي الليلة المحددة لدفع الثمن وكتابة العقود أخذ المبلغ المطلوب في حقيبته وركب سيارته وعند دخوله العاصمة ساءت الأحوال الجوية وهطلت أمطار غزيرة مع رياح قوية فاضطر أسامة إلى التوقف والذهاب إلى أقرب فندق للمبيت فيه والاتصال بالصاحب قطعة الأرض وليخبره بتأجيل الموعد للغد عند دخوله الفندق علم من الاستعلامات عدم وجود غرف خارية وفجأة نزل رجل في الخمسين من عمره وأعطى لمسؤول الفندق مفتاح غرفته وأخبره وهو يبكي أنه سيغادر الفندق لإصابة ابنه الوحيد في حادث الطريق فأعطى المسؤول مفتاح الغرفة لأسامة ليبيت ليلته بها وبعد الساعة فوجئ أسامة بترق باب غرفته وإذا بفتاة صغيرة تدخل غرفته ويودعها رجل في الثلاثين من عمره بابتسامة ويغلق باب الغرفة وإذا بالفتاة تبكي وتنقض على قدم أسامة وتقبلها وتقول له استرني استترك الله تعجب أسامة وسأل الفتاة عن سبب دخولها غرفته فقالت له إن الرجل الذي جئت معه هو زوجي وقد تزوجته قبل أربعة أيام واليوم أتى بي إلى الفندق وقد جئت إليك الليلة رغما عني بعد اتفاقه معك وبعد تهديده لي وقد عرفت منه بالأمس أنه تزوجني من أجل كذب المال وتقديمي للرجال حزن أسامة وغضب غضبا شديدا وبعد تفكير قليل توصل إلى أن الرجل الذي غادر الغرفة وهو يبكي لإصابة ابنه هو من اتفق مع زوج هذه الفتاة فطمأن الفتاة وعرف منها أنها من عائلة فقيرة وقريتها تبعد أربعمائة كيلو متر عن العاصمة وتريد أن تعود لأهلها بعدما اكتشفت حقيقة هذا الزوج تذكر أسامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلمة ستره الله يوم القيامة ودون التفكير أخذ أسامة الفتاة معه وغادر الفندق وركب سيارته وذهب بالفتاة إلى بلدها وبعد خمس ساعات ومع أذان الفجر وصل إلى بيت أبيها وإخوتها وكان بيتا في غاية الفقر ووجد إخوتها وهم ثلاث بنات أصار منها فرحين بقدومها ثم حكت الفتاة لأبيها القصة وهي في غاية الخجل فغضب الأب من زوج ابنته وهو أحد أقاربه وأقسم بأنه سينتقم منه فقام أسامة بتهديئته وقبل مغادرة البيت أعطى لوالد الفتاة مبلغا كبيرا ووعده بأنه سيرسل له مبلغا شهريا ليساعده في تربية بناته ثم عاد أسامة إلى مدينته ولم يذهب لشراء قطعة الأرض لنقص النقود التي كانت معه وبعد يوم واحد علم أسامة أن زوج الفتاة قام بتطليقها حتى لا يفتضح أمره بين أبناء قريته وعلم أيضا أن صاحب قطعة الأرض التي كان سيشتريها تم القبض عليه لأنها لم تكن ملكا له بل زور أوراقها فحمد الله كثيرا الذي فتح له من الرزق أبوابا كثيرة وأصبح بفضل الله من كبار رجال الأعمال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فتاة جميلة من أسرة فقيرة ملتزمة بطاعة الله وتعيش لإرضائه وتدعوه دائما أن يخرجها وأسرتها من ذل الفقر وأن يثبتها ويديم عليها نعمة الصبر تقدم لهذه الفتاة رجل ثري للزواج بها وعندما سأل والدها عنه علما بأنه لا يصلي واستولى على إرث إخوته ويمتاز ببخل شديد ومع ذلك أقنع ابنته بالموافقة حتى تخرج من الفقر الذي تعيش فيه وبأنها ستستطيع تغييره للأفضل بدينها وصبرها الجميل الذي تعودت عليه معهم فوافقت الفتاة وقالت أبيها لعل في الأمر خيرا وسأكون دائما داعية للخير كما أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وبعد الزواج حاولت الزوجة إصلاح زوجها وكثيرا ما توسلت إليه كي يصلي ويترك المعاصي وأصدقاء السوء وأن يعطي إخوته حقوقهم ولكنه في كل مرة تحدثه في هذه الأمور كان يعتدي عليها بالسب والضرب فكانت تتحمل وتصبر وتدعو الله أن يهدي زوجها ويصلح من أمره وبعد أشهر من الزواج أخبرها الزوج أنه سيغيب عن البيت يومين لعمل هام فاتصلت الزوجة بأمها بعد أن شعرت بألم كبير وعندما جاءت الأم ومعها الطبيب عارفت الزوجة بأنها حامل ففرحت كثيرا وشكرت الله على عطائه وفضله وتمنت أن يغير هذا الخبر السعيد حياة زوجها لحمد الله وحسن عبادته وطلبت من أمها أن لا تخبر أحدا بموضوع حملها حتى يعود زوجها وتفاجئه بالخبر السعيد أثناء غياب زوجها اتصلت بإخوته وطلبت منهم التنازل عن القضايا التي في حق زوجها ووعدتهم بأنها ستقنعه بإعطائهم حقوقهم ويكون الحل وديا وطلبت منهم الحضور بعد يومين عند عودته فوافقوا على طلبها لأنهم يعلمون مدى صدقها وبعد يومين وأثناء ما كانت الزوجة تصل المغرب عاد زوجها وظل ينادي عليها وعندما عادت بعد دقائق مبتسمة وتريد أن تخبره بالنبأ السار أسرع إليها واعتد عليها دون أن يعرف سبب تأخرها عليه فأغمي على الزوجة وسقطت على الأرض وظن الزوج أنها ماتت فاحتار وظل ساعة يفكر في مصيره المظلم وفي هذه الأثناء رن جرس البيت وفوجئ عندما شاهد إخوته يدخلون عليه بالهدايا ويحتضنونه ويخبرونه بأنهم تنازلوا عن القضايا التي قدموها ضده بناء على طلب زوجته ثم سألوه عنها فأخذ يبكي ويقول لقد افتقدت هذه الزوجة الصالحة التي لم أقدر قيمتها فوجئ الإخوة بالزوجة ساقطة على الأرض فابتسمت شقيقته وعطرت الزوجة ببعض العطر وعندما أفاقت الزوجة تناست ما حدث وابتسمت وقالت لإخوة زوجها لقد أغمي علي بسبب الحمل فأنا في أول شهوره فرح الإخوة كثيرا وقدموا لها التهنئة وكم كانت سعادة الزوج برؤية زوجته على قيد الحياة وبعلمه بقدوم أول مولود له وبتنازل إخوته عن قضاياهم ضده وعودتهم لبيته فأسرع يتوضأ ويصلي ويدعو الله أن يسامحه عن كل ما مضى واعتذر لزوجته عن كل إساءاته لها وأعطى إخوته حقوقهم واستدهشة وفرحة الزوجة الصابرة التي تقبل الله دعاءها إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون